بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرج أنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمم فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدنك على شكرة الخلد وملك لا يرنى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وأدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عالكني فإن له معيشة وضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم جنسا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطرا فأن آل لعلك ترطى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستفذ عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربه أولم تأتي من بينتنا في الصحف الأولى ولو أما أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لما أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل أم تربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن احتدا اشتركوا في القناة